وانطلاقا من قناعته بأهمية الحريات على مسارات حكومته دع رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعر السوداني المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة إلى رفضه بأي وثائق تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في العراق لمحاسبة المسؤولين عنها السوداني وخلال لقائه ممثل منظمات المجتمع المدني العراقية ذات الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة أكد تكفل منهج الوزاري للحكومة بحماية الحريات العامة والخاصة وحريات الطياف المجتمع العراقي مشيرا إلى دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني كي تؤدي دورها في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي واستيعاب التحديات الميدانية التي تواجه عملها واستمع السوداني إلى طرح رؤساء المنظمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان مشيرا إلى أهمية تزويد الحكومة بأي رصد يتوفر لدى هذه المنظمات والعمل جار للتعامل مع أي حالة ترد المعلومات عنها مشددا رفض أي ممارسة تنتهك الحقوق بكل أشكالها والعزم على محاسبة المقصرين بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر